في غضون ذلك قال قائد اللواء الثاني دفاع الشبوى العقيد وجي بعم إن جميع الوحدات العسكرية الجنوبية من قوات دفاع الشبوى وقوات مكافعة الإرهاب تمكنت من تطهير وادي سرع وشعب مذاب وشعب طفا من العناصر الإرهابية مشيرا إلى تكلل العملية العسكرية سهام الجنوب بالنجاح في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد اشتركوا في القناة